صندوق الاستثمارات العامة يطلق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وقطر تسحب ما يصل إلى 20 مليار دولار من استثماراتها الخارجية لإنقاذ اقتصادها أهلا بكم في أخبار اقتصادية مفصلة السلام عليكم استقبل الوزير الأول الجزائري أحمد ويحيا بقصر الحكومة وزير الطاقة المهندس خالد الفالح حيث سلمه رسالة أخوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة جرى اللقاء بحضور وزير الطاقة الجزائري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي الصالح حل اليوم بالجزائر العاصمة وزير الطاقة الصعود خالد بن عبد العزيز الفالح في زيارة عمل حاملا معه رسالة أخوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وكان في استقباله بمطار هوار بمدين كل من وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني والدكتور سامي بن عبد الله صالح سفير خادم الحرمين لدى الجزائر وفي قصر الحكومة استقبل من طرف الوزير الأول أحمد ويحيى تشرفت اليوم بنقل رسالة أخوية من سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولقاء دولة الوزير الأول والتباحث حول العلاقات الثنائية الأخوية بين الدولتين شقيقتين رائدتين في منطقة شرق الأوسط بين الدول العربية والدول الإسلامية كما تبحث الطرفين حول العلاقات الثنائية الأخوية بين الدولتين الشقيقتين وسبول ترقيتها في شتى المجلات خادم الحرمين الشريفين أكد للقيادة هنا في الجزائر متانة العلاقة وحرصة على تقوية العلاقة الثنائية مع الجزائر في كافة المجلات سواء السياسية أو الاقتصادية بالطبع أيضا العلاقات الشعبية بين البلدين هي أقوى ما تكون كان هناك توافق تام في الآراء وفي الرؤى وفي الموقف المشترك بين المملكة العربية السعودية والجزائر في كافة المجالات السياسية وفي مجالي أنا في مجال البترول لم يكن هناك أي اختلاف أيا كان عن مدى التزام الدولتين بالاتفاق الحالي والاستعداد لاتخاذ أي قرار فيه مصلحة الأسواق والاستمرار لإعادة التوازن تندرج هذه الزيارة في إطار البحث في سبول الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية استعدادا لما سيتم الاتفاق عليه في المؤتمر القادم حول الاستمرار في العمل المشترك على إعادة التوازن لأسواق النفط أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المملكة وبرئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز أداء القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص تملك السعوديين للسكن الملائم وذلك بنسبة تصل إلى 52% بنهاية العام 2020 ومن المتوقع ارتفاع معدل الطلب على قروض التمويل العقاري من 280 مليار ريال في العام 2017 ليصل إلى 500 مليار ريال خلال 2020 ومن شأن الشركة الجديدة تحفيز عملية التطور في قطاع الإسكان بالمملكة عن طريق ضخ الصيولة في سوق التمويل العقاري وإعادة تمويل ما يقارب من 75 مليار ريال لقطاع الإسكان بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة ولتصل إلى 170 مليار ريال بحلول العام 2026 أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق بأن الهيئة تعمل على إطلاق العقد المنظم بين المقاول والمستفيد لبناء العقار خلال 2018 وأوضح حسب ما أوردت صحيفة الاقتصادية أن العقد المنظم سيساهم بشكل كبير في تنظيم سوق المقاولات وبناء المباني خصوصا المباني التي تبنى بجودة ضعيفة وبطرق غير نظامية وبيّن أن إلزامية العمل بالعقد تحتاج إلى تعاون وزارتي الشؤون البلدية والعدل أنهى المؤشر الرئيسي للأسهم جلسة اليوم مرتفعا ب70 نقطة عند مستوى 711 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من ملياري و700 مليون ريال وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 156 مليون سهم سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعا في القيمة تصدرتها الرياض وإكسترا وكيان السعودية فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع تقدمتها الرياض وإكسترا وكيان السعودية وأنهى مؤشر السوق الموازية نمو تداولاته بارتفاعا ب67 نقطة عند مستوى 317 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 200 ألف ريال تشارك هيئة تنمية الصادرات ضمن الجناح السعودي في معرض بغداد الدولي بدورته الرابعة والأربعين خلال الفترة من الحادي والعشرين حتى الثلاثين من أكتوبر بستين شركة من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية وتسعى الهيئة من خلال المعرض إلى اكتشاف الفرص السوقية للمنتجات السعودية في العراق وتسهيل إجراءات التصدير إلى العراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة اعترفت الحكومة القطرية بأنها سحبت 20 مليار دولار من استثماراتها في الخارج والمملوكة لسندوقها السيادي وجلبتها إلى الداخل لإنقاذ اقتصادها الذي يعاني من أزمة خانقة منذ مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب فيما يعتبر هذا الاعتراف واحدا من أهم المؤشرات على ما تعانيه الدوحة جراء الأزمة مع جيرانها والمستمرة منذ عدة شهور وقالت صحيفة فاينيتشال تايمز البريطانية إن جهاز قطر للاستثمار ضخ أكثر من 20 مليار دولار في البنوك لتخفيف آثار المقاطعة العربية للدوحة ونقلت الصحيفة عن وزير المالي القطري قوله إن الدوحة لجأت إلى ودائع جهاز قطر للاستثمار لتوفيل سيولة في البنوك بعدما خرجت رؤوس أموال أجنبية تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار في أعقاب المقاطعة هبطت استثمارات الحكومة القطرية في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية أغسطس الماضي إلى 203 ملايين دولار متراجعة بـ 85% آخر ثلاثة أشهر ووفقا لتحليل صحيفة الاقتصادية فإن حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية تكون قد تراجعت خلال أغسطس بـ 57% ما يقارب 270 مليون دولار حيث كانت 473 مليون دولار في نهاية شهر يوليو الماضي أي أنها سيلت 57% من رصيدها خلال شهر واحد كشفت إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية إلى 5 ملايين و700 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أكتوبر مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض يقدر بـ 3 ملايين و900 ألف برميل وارتفعت مخزونات البنزين إلى مليون و900 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير إلى مليون و600 ألف برميل ارتفعت أرباح وإرادات شركة إي بي العاملة في مجال التجارة الإلكترونية خلال الربع الثالث من العام الجاري وأظهرت نتائج أعمال الشركة صعود صاف الأرباح لمستوى 514 مليون دولار خلال الأشهر المنتهية في شهر سبتمبر وارتفعت الإرادات لمستوى الملياري و400 مليون دولار خلال الأشهر المنتهية في شهر سبتمبر كما أوضحت الشركة زيادة نصيب السهم من الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري أظهر تقرير حديث أن منظمة أوبك للبلدان المنتجة للنفط وأعضاء من خارجها يتجهون إلى تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج لمدة 9 أشهر جديدة وذكر التقرير أنه إذا كان نمو الطلب العالمي على النفط جيدا خلال الفترة المقبلة فقد يؤجل القرار حتى مطلع العام المقبل مع عدم انكار احتمالية اعتمادها في اجتماع نوفمبر المقبل انعقدت القمة الاجتماعية في بروكسل تمهيدا للإعلان عن القاعدة الاجتماعية الجديدة في السابع عشر من نوفمبر المقبل ولتحافظ أوروبا على الطابع الاجتماعي الذي يميز اقتصادها عالميا خلال السنوات القادمة القمة الاجتماعية التي تجمع رؤساء المؤسسات الأوروبية الثلاث مع الشركاء الاجتماعيين المتمثلين في نقابات العمال وأرباب العمل درست مسألة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للاقتصاد الأوروبي والذي يميز أوروبا عن غيرها في العالم النمو الاقتصادي المسجل سنة 2017 في مجموعة دول الاتحاد الأوروبي والذي يقارب الاثنين في المئة مع انخفاض في نسب البطالة إلى ما دون العشرة في المئة يساعد على إعادة نظر تحديث القوانين الاجتماعية التي تحمل عمال والفئات الاجتماعية البسيطة وتضمن إعادة توزيع الثروة بطرق يستفيد منها الجميع يجب أن نكون قادرين على الحفاظ على الحقوق الاجتماعية وهذا أهم شيء ومن الأولويات الكبرى لأوروبا حتى تبقى فكرة الطابع الاجتماعي لنظامنا الاقتصادي ضمن الأجندة وسنعلن عن تحالف واسع بين شرق وغرب أوروبا حتى نتأكد من أننا سنصل إلى زيادة في مستوى الانتاجية المرجوة فيما يخص البلدان الشرقية علينا أن ندرس عدة خطط لدعمها في الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي لتصبح عملية آلية وتندمج في النظام العالمي وأعتقد أن النتائج ستكون صعبة على العمال ويجب أن نكون وثقين بأننا سنكون قادرين على حمايتهم القمة الثلاثية الاجتماعية سيستمر عملها بالتعاون مع وزراء العمل الأوروبيين للانتهاء من تحديد المبادئ الجديدة التي ستصبح قاعدة للنظام الاجتماعي الأوروبي الجديد وسيتم الإعلان عن هذه القاعدة شهر نوفمبر القادم خلال قمة بالسويد القمة الاجتماعية تعمل أيضا على إزالة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين دول شرق وغرب أوروبا لأن الاختلافات تهدد بناء السوق الأوروبية الداخلية عبر استمرار المنافسة غير الشرعية الموجودة حاليا القمة الاجتماعية تستبق الأحداث مستفيدة من الأداء الاقتصادي الجيد لأوروبا لتضع قوانين اجتماعية جديدة تواجه بها التحولات الاقتصادية المنتظرة مستقبلا والتي تهدد بزوال مناصب العمل التقليدية فيما يخص الجانب الاجتماعي للاقتصاد الأوروبي الجميع يتقسم الدفاع عنه وهو مهم جدا لنا في الاتحاد الأوروبي وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى قرارات جديدة بل علينا أن نحسن من عملية خلق المزيد من مناصب الشغل كما علينا أن نترك بعض المساحات في عمليات اتخاذ القرار لأرباب العلم والعمال وأيضا الحكومات الوطنية البحث عن توازن جديد بين الاقتصاد والحقوق الاجتماعية وكذا التوزيع العادل للثروة يبقى الهاجس الأساسي للمسؤولين الأوروبيين الذين يريدون المحافظة على الطابع الاجتماعي لاقتصادهم ولكن بشكل جديد وحديث نهاية الأخبار نذكر بالعناوين صندوق الاستثمارات العامة يطلق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري قطر تسحب ما يصل إلى 20 مليار دولار من استثماراتها الخارجية لإنقاذ اقتصادها في أمان الله اشتركوا في القناة